متى يصبح الجزاء ده؟ الجزاء الملوس اذا كان ملوس بالميكروبات بكتيريا فيروسات وفيليات يصبح مصدر للامرار الجزاء منتهى الصلاحية عند انتهى فترة الصلاحية الاجزاء المحفوظة تصبح جزاء فاسد الجزاء جريم متوازن عندما يركز الفرض على نوع واحد من الجزاء الجزاء بقدر اكثر من اللازم عندما ياخذ الفرض اكثر من حاجاته من الجزاء المبالغة في الحرمان من الجزاء شدة الجوة تسبب خطر على صحة الانسان فيصبح الانسان فريسة للامراض الجزاء في وقت غير مناسب عندما تناول الجزاء في وقت غير مناسب مثل شرب الماء اثناء تناول الطعام والاكل الدسم والمعدة الخاوية في الصباح الباكر وتناول الشاي بعد الاكل مباشرة الجزاء في مكان غير مناسب فتناول الطعام في مكان ملوس او غير نظيف يعرض الفرض للضرر الجزاء في وضع جير مناسب تناول الطعام الشراب في وضعية جير مناسبة كالاكل اثناء الوقوف او المشي او للضجاع قد يسبب ضرر الجزاء غير مناسب لعمر الشخص لكل فئة عمرية اطفال حوامل مسنين شباب ما يناسبها من الجزاء الجزاء بطريق التناول غير صحية فتناول الطعام دون غسل اليدين والتهام دون مضبوء جيدا مضر بصح بعد كده نخش على الجزاء غير المجهز جيدا فالطعام غير مضبوء جيدا او محضر بالطريقة غير صحية ومضاف لي اضافات كللوان الصناعية مكاسبات اللون والطعم والريح من المواد المسرطنة يكون سببا للضرر الغزاء غير المخزن جيدا عندما نسيء تغزين الاغذية تكون عرضة للتلاف والفساد وتناولها بسبب يسبب الضرر الغزاء دون الالتزام بأداب والطعام وشراب أداب علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم